والعنوان الأبرز الانتقال إلى المرحلة الثالثة برأيكم طبيعة وشكل هذه المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في قطاع غزة أهلا بحضرتك والأستاذ المشاهدين أهلا وسأل أعتقد المرحلة الثالثة التي يبتلن عنها إسرائيل أنها في سبيلها التي تنفيذها خلال المرحلة القادمة بعد تفكيك كتاب المقاومة الموجودة في قطاع غزة وآخرها الموجودة في مدينة رفح أعتقد أن كلها عبارة عن تقليل كمية أو الكسافة النيرانية والمدهمات واستخدام القوات المضرعة والمدفعية في عملات القصف المستمر خلال 24 ساعة إنما هيتم من خلال تنفيذ عمليات خاصة نوعية ضد أهداف محددة تبقى للمعلومات الاستخبارية أو المعلومات الخاصة بقيادات حماس في المنطقة وسمها نيتنياهو بعملية قص الشعب الطويلة والمقصود بقص الشعب الطويلة هو ظهور أي تهديدات أو أي مخاطر ممكن تتعرض له القوات الإسرائيلية اللي موجودة حاليا موجودة داخل قطاع غزة أو الموجودة في غلاف غزة وحتى الآن عناصر المقاومة الفلسطينية قدرة أنها توجه المزيد من الضربات ومزيد من القصفات دلد القوات الإسرائيلية الموجودة على محور نيتساريم أو الموجودة في جنوب غزة وفي منطقة رفح ووسط قطاع غزة في منطقة دير البلح بالإضافة إلى إمكانيات عناصر المقاومة لتنفيذ بعض الرشقات السروخية على بعض المعستعمرات الإسرائيلية الموجودة في غلاف غزة طبعا القصف الجوي عملية الاستطلاع المستمر هتبقى مستمرة لمدة 24 ساعة حتى يتم التحديد الأهداف التي قد تشكل تهديد على القوات الإسرائيلية طيب سيادة اللواء هل هناك رابط ما بين الانتقال إلى المرحلة الثالثة وما يحدث في الجنوب اللبناني طبعا لازم نربط بين عملية الانتهاء من عمليات القتال العنيف اللي موجودة في قطاع غزة حاليا وقرب انتهاء القتال في غزة لأعمال الحجد اللي بتقوم بإسرائيل على الجبهة الشمالية لها وفي نفس الوقت عملية تحرك حاملة الطائرات الأمريكية إذا نهور من منطقة البحر الأحمر في طريقة إلى شرق البحر المتوسط وده بيشكل نوع من التهديد والرادع لحماس بالإضافة إلى الفصائل الموالية لإيران سواء الموجودة في سوريا أو العراق وفي نفس الوقت عملية تحرك المدمرة روسفيلت بعد تنفيذ المنورات المشتركة بين أمريكا وبين يابان والكوريا الجنوبية حتنضم لمجموعة وعناصر حارس الازدهار اللي موجودة لتأمين باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر كلها هذه العملية بالإضافة إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي جالا اعتبارا من غدا إلى الوقت المتحدة الأمريكية هو بيعرض خلالها خطة الحرب لوزير الدفاع الإسرائيلي بيعرض من خلالها خطة الحرب على لبنان والتصديق عليها من القيادة الأمريكية بجانب هذه الخطة ذكر أنه سوف يناقش مستقبل قطاع غزة ومن يحكم القطاع ومستقبل العملية العسكرية وما بعد هذه العملية العسكرية في قطاع غزة سيادة اللواء سوف يناقشه مع المسؤولين الأمريكيين بالضبط كما قلت حضرتك كده هو يناقش عملية الوضع في قطاع غزة بعد الانتهاء العملية العمال القتال العنيف الموجودة في غزة ووضع القطاع غزة بصفة عامة ومن سيدير القطاع تبقى لرؤية الولايات المتحدة الأمريكية وده لن ينفصل عن موضوع المحادثات الخاصة بالتهدئة الوسطاء الموجودين سواء في مصر أو قطاع وفقا للوطيات الحالية سيادة اللواء من وجهة نظركم من سوف يدي قطاع غزة عقب هذه الإبادة وهذه العملية العسكرية أعتقد من خلال الوسطاء مصر وقطر عملية يدير قطاع غزة أعتقد من خلال السلطة الفلسطينية إعادة تواجدها مرة أخرى مع إعادة تأهيل الشرطة المدنية للسلطة في قطاع غزة وعملية إعادة تشغيل معبر غزة من خلال السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق اللي كان تم إبرامو سنة 2005 في أسلوب عملية إدارة بالضبط سيادة اللواء يعني مرارا وتكرارا أريد أن أذكر حضرتك في نقطة مهمة مرارا وتكرارا نيتنياهو كان يرفض عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تمام هو لازم يحط جميع شروطه الخاصة بالعملية إنما فيه توافق كامل بين سواء مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على تواجد عادة تأهيل السلطة الفلسطينية وأعتقد أن فيه مرحلة اهتباه فيه مرحلة انتقالية في هذه العملية حيتم من خلالها تشكيل قوات تابعة للأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن لإدارة قطاع غزة لفترة محدودة يتم من خلالها تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع وإدارة القطاع بصفة مؤقتة حتى يتم إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية حتى تكون جاهزة لإدارة شؤون القطاع تحت سيطرة قوات من الأمم المتحدة طيب عظيم جدا كان هناك أيضا بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تحدثت عن أن جلن سوف أيضا يناقش الجبهة الشمالية في إسرائيل برأيكم هل سوف تستطيع الإدارة الأمريكية در حدة التوترات ما بين إسرائيل وحزب الله؟ أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة متطرفة الحكومة الإسرائيلية حتى بعض الشروط الخاصة بانسحاب قوات حزب الله من جنوب لبنان إلى شمال الإيطالي في مدة حددتها حتى 30 سبتمبر يعني خلال من شهرين من الآن وأعتقد أن المحادثات اللي موجودة حاليا سواء من المندوب الأمريكي اللي موجود في لبنان أو بيترد بين لبنان وبين إسرائيل لم يصل إلى اتفاق سياسي لحل هذه المشكلة دمى مع تواجد حاملة الطائرات الأمريكية والدعم الأمريكي اللي محدود وعملت الإفراج عن صفقات السلاح والزكائر لإسرائيل خلال هذه المرحلة من خلال تواجد وزير الدفاع الإسرائيلي في أمريكا أعتقد أن إسرائيل قادمة أو عزمة على تنفيذ عملية عسكرية محدودة في جنوب لبنان تجبر قوات حزب الله اللي موجودة في اتجاه الجنوب على الانسحاب لمسافة قد تصل لمسافة من 7 إلى 10 كيلو لعملية تأمين عودة المهجرين الإسرائيليين من الموجودين في شمال إسرائيل للعودة إلى المستعمرات وأعتقد أن أعدادهم يتراوح من 80 ألف إلى 100 ألف وده كان حطين توقيت نهائي لعودة هؤلاء المهجرين الإسرائيليين إلى المستعمرات في شمال إسرائيل حتى 30 سبتمبر سنة 2014 هذا العام إذا ما تحدثنا سريعا حول الحالة السياسية الداخلية الإسرائيلية وحالة الجدل الموجودة في هذه الطبقة السياسية أعتقد دائما نقول أن هناك قرارين قدام إسرائيل هل القرار الإسرائيلي للحرب أسهل أو قرار الحرب بالنسبة لهذه الحكومة المتطرفة أسهل أعتقد أن القرار السهل للحكومة العسكرية أو الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية هو قرار الحرب أسهل لأن قرار الحرب بالنسبة لإسرائيل مع الدعم الأمريكي المطلق مع هذا الحجم الكبير الذي تمتقله إسرائيل من تسليح وتكنولوجيا عالية والقصف الجوي والقصف البحري بالإضافة لتكنولوجيا التسليح المتقدمة قادرة على كبح كماح وتقليم أظافر حزب الله في المنطقة وفي نفس الوقت مع تواجد الأسطول الأمريكي وحملة الطهرات الأمريكية أزين هور فدي بتشكل تهديد ورادع لإيران لعدم تدخلها في أعمال قتال مستقبلية في جنوب لبنان بالإضافة إلى أزرع إيراني الموجودة في المنطقة سواء عناصر المقاومة الموجودة في سوريا أو في العراق أو الحسيين في اليمن دي وبتشكل نوع من التأمين إنما هذه الحكومة الإسرائيلية عملية الوصول إلى السلام السلام يتطلب المزيد من التنازلات وأعتقد أن القرارات صعبة بالنسبة لتحقيق السلام هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة غير مؤهلة للتحرك في السلام لأن السلام مكلف بالنسبة لإسرائيل وحيتم الاعتراف بدولة فلسطينية بالإضافة إلى عملية الشروع في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وإسرائيل عايزة تنفذ السلام بشروطها وأعتقد أن شروطها لقصة بعملية إسرائيل المؤحدة إسرائيل اليهودية النقية من النهر إلى البحر